السلام عليكم معكم مجد من قناة بيكسل شوت رجعنا بعد غياب طويل تقريبا الغياب زي مدة خمس اشهر صار لي مش رافع على هذا القناة السبب اني كنت مشغول وكنت مسافر طبعا انا شرحت من اول اني ما راح ارفع فيديوهات لكن راح ان شاء الله ارجع ارفع فيديوهاتي على قناة بيكسل شوت كونسول نرجع نشوف البياس فيتا مرة ثانية ونشوف شو الاشياء الجديدة الموجودة على جهاز البياس فيتا بما انه صلي فترة طويلة ما تبعت الاشياء الموجودة في البياس فيتا فراح نشوف اليوم شو الاشياء الجديدة الموجودة في جهاز البياس فيتا وان شاء الله راح نرجع نكمل فيديوهاتي اللي راح نقدمها بالمستقبل بخصوص تحميل الالعاب فراح ادخل على الهومبرو براوزر طبعا هذي اول مرة بدخل عليه من تقريبا مدة خمس اشهر راح نشوف شو الأشياء الموجودة فيه ففي كثير ناس ودوا لرسائل على الانستغرام بما أن لعبة بولي نزلت على جهاز البي اس فيتا فأعمل لها فيديوهات عشان طريقة التحميل على الجهاز لحد الآن أنا ما حملت اللعبة على الجهاز لكن شفت بعض الفيديوهات من الأشخاص اللي حكوا لي أن هذه اللعبة صارت متوفرة على جهاز البي اس فيتا فإن شاء الله راح نكون في المستقبل نحملها على الجهاز فأنا في فيديوهات ماضية أتوقعت أن اللعبة بولي تكون موجودة على الجهاز البي اس فيتا وبالفعل صارت موجودة لأنه كل ألعاب روكستار بالوقت الحالي صارت موجودة فهي اللعبة الوحيدة اللي ضايلة فصارت بالوقت الحالي متوفرة على جهاز البي اس فيتا فهذا أشيء متوقع بما أنه كل ألعاب روكستار صارت على الفيتا تقريبا لحد الآن ممكن تكون بولي موجودة وممكن يكون فيها العاب كثيرة موجودة في المستقبل على جهاز البي اس فيتا فإن شاء الله الفيديو القادم راح نشوف شو طريقة وشو المتطلبات اللي راح نستطيع منها نحمل لعبة بولي على جهاز البي آس فيتا فدخلنا على الهومبرو براوزر شوية بياخذ وقتا بينما يشتغل فراح نشوف شو الاشياء الموجود لانه أحدث البرامج والألعاب اللي بتكون على جهاز البي آس فيتا ألعاب البورت وهالأشياء بتكون موجودة في الهومبرو براوزر فراح نشافها مع بعض من شايف الاشياءanya اللي صارت على الجهاز اذا فيه برامج أو أشياء تم إصدارها أو ألعاب على جهاز البي اس فيتا فما عندي علم فيها أتمنى أنكم تكتبوها بالتعليقات وإن شاء الله راح نشوف كيف طريقة تحميلها وتشغيلها على جهاز البي اس فيتا فمش عارف أن الهومبرو براوزر بيطول كثير لأنني صلي فترة طويلة مش مشغله على الجهاز تتأكد من الكونيكشن في الواي فاي هل الجهاز متصل بالإنترنت أنا تقريبا أكثر من شهرين والجهاز بدون إنترنت كنت ألعب عليه فترات قصيرة اللي هي GTA V62 والأشياء لكن ما وصلت في الانترنت من فترة طويلة فرح ندخل على السيتنج ونشوف هل الجهاز متصل بالإنترنت بما أني صلي فترة طويلة من الشابك الجهاز على الانترنت زي ما أنتم ملاحظين اشتغال الهومبرو براوزر هذه شديدة أول مرة بشوفها اللي هي باتكمبني مش عارف شو يعني بورت باتكمبني هل هي باتلفيلد ولا شو بالضبط لأنه بتشبه شعار باتكمبني اللي هي الباتلفيلد لكن لا أعتقد أنها ستكون باتلفيلد لأنه اللعبة كبيرة لا أعتقد أنها ستشتغل على جهاز بيازويتا نفس الرسومات الموجودة دعونا نشوف كيف الفيديو لعبة بورت طبعا هذه بتكون عبارة عن أشخاص عملوها هو يعني ممكن تكون قريبة من لعبة باتكمبني اللي هي باتلفيلد باتكمبني 2 من أكثر ألعاب باتلفيلد اللي لعبتها الصراحة اللي هي باتكمبني 2 فنشوف كيف هذ اللعبة ما أتوقع أنها راح تكون جودتها مرتفعة يعني أنه نفس باتلفيلد باتكمبني اللي موجودة على الكمبيوتر البلاي ستيشن 3 فممكن أنها تكون شبيهة فممكن في ناس بيحاولوا إنهم يحملوا هذا اللعب على جهاز البيازويتا لكن من المستحيل أنها تشتغل بنفس الرسومات لأنه فعلا باتلفيلد باتكمبني 2 كان الجرافيكس فيها عالي والرسومات والفيزيكس كله كان بيتفوق على الرسومات اللي بيستطيع أنه يتحملها جهاز البيازويتا طبعا بما أنه عندي الكنيكشن تعيس فراح نشوف اليوم ثاني كيف موضوع هذ اللعبة باتكمبني 2 على الجهاز فراح يأخذ وقت طويل إذا راح أفتح الفيديوهات النت عندي شوي بطيء نشوف شو فيه أشياء جديدة GTA 3 هذا ممكن تحديث عشان يحسن اللعبة على الجهاز طبعا أيضا فيه تحديثات ل GTA San Andreas عشان تحسنها وتخلي اللعبة تشتغل بشكل أفضل راح إن شاء الله نعمل لها فيديوهات في المستقبل Bully for Vita هذه صارت متوفرة هذا اللعبة اللي حكت لكم عنها اللي هي لعبة Bully فإن شاء الله الفيديو القدم راح يكون طريقة تحميلها على الجهاز شرح كامل GTA Chinatown أيضا هذا من الألعاب اللي تحملت وعملوا لها بورتا على الجهاز البياز بيتا لكن أنا مش متحمس للGTA Chinatown كثير بما أنها متوفرة على جهاز البي اس بي وفيه عندنا نحن مشغل الأدرينالين منستطيع أن نشغل GTA Chinatown على الأدرينالين الموجود في البي اس بيتا تستطيع أنك تشغلها بشكل سهل في برنامج الأدرينالين فأعتقد هذه هي الألعاب في الوقت الحالي فقط اللي متحملة على جهاز البي اس بيتا اللي هي أهم لعبة اللي هي بولي إن شاء الله راح نحملها ونشوف كيف طريقة تشغيلها على الجهاز في الفيديو القادم وإذا كان في عندكم أي ألعاب معينة حابين تشوفوا كيف طريقة تحميلها على جهاز البي اس بيتا أتمنى أنكم تكتبوا بالتعليقات أو أيضا أعطال حصلت معكم طبعا ما راح أستطيع أني أرد على كل الأعطال لكن إذا في عندكم عطل الكثير ناس بيشتكوا منها أتمنى أنكم تحطوا في التعليقات فراح إن شاء الله حاول أني أحللكم المشاكل في المستقبل في الفيديوهات القادمة لكن أنا أحبب أشوف شو هي لعبة بات كامباني الموجودة على الفيتا فممكن نحملها في فيديو قادم فهذا الفيديو اليوم بما أننا رجعنا بعد غياب فترة طويلة عن القناة بيكسل شوت كونسول أتمنى أنكم ما تنسوا التعليقات في الفيديو شو الأشياء اللي حابين تشوفوها في الفيديوهات القادمة على هذا القناة والألعاب وأيضا الأعطال اللي حصلت معكم تكتبوها بالتعليقات وإن شاء الله رح حاول أني أساعدكم وأيضا أتمنى لكم ما تنسوا الاشتراك للإجداد الموجودين في هذا القناة بما أن القناة صار فيها أكثر من سبعين ألف مشاهدة تقريبا لحد الآن يعني فيه كثير ناس بيتابوا الفيديوهات اللي رفعتها من أول لكن ما اشتركوا في القناة أتمنى لكم تشتركوا عشان نكثر من الفيديوهات على هذا القناة ويصير فيه عندنا مجتمع كبير لجهاز البياس فيتا وأجهزة ثانية ونحاول أن نجتهد في هذا القناة إن شاء الله في المستقبل أتمنى لكم استمتعتوا في هذا الفيديو وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات ثانية